حال اللغة العربية دلوقتي عبنزيح هلك شايف العربي تغير؟ لا هو طبعا العربي يبقى متراجع يعني بالتأكيد انه الاهتمام باللغة العربية بين الناشئ وبين الاجيال الجديدة مش على قدر ما كان عندنا يعني احنا كنا اللي كان بيقوي اللغة العربية عندنا انه احنا كنا نهتم بالقراءة منذ نعومة أفارنا وإحنا بنقرأ الجرائد وبنقرأ الكتب وعلى طول دايما معنا كتاب ما كانش السوشيال ميديا ولا القنوات الفضائية المتعددة المنتشرة كل ألوانها ألوان الطيف يعني كانت منتشرة بالشكل ده فلهت الناس عن القراءة وعن الاستمتاع القراءة دلوقتي من خلال الانترنت وأحيانا بيكون في حاجات كتير مغلوطة وبقدمش اللغة السليمة 100% ولذلك اللغة متأخرة لدى هذه الأجيال لهذا السبب ولذلك أنا يعني دايما بنقول اللغة العربية تنع حظها زي ما قال شاعر نيل حافظ إبراهيم لكن أنا بقول أنه ما زال هناك جهات موجودة بتحافظ على اللغة العربية يعني مجمع اللغة العربية الحمد لله ما زال موجود وكان مفروض النهاردة يكون فيه احتفال باليوم العالمي اللغة العربية لكن أجل بسبب وفاة عالم كبير دكتور محمد حسن اللي كان أحد يعني أعضاء المجمع اللي هو يعني من المحتفين باللغة العربية فده مجمع اللغة العربية موجود أنا عاوز أقول إنه الإعلام يعني إحنا دايما نقول المذيعين والأخطاء مهما كان مهما بلغت أخطاء المذيعين فإنه هذا المنبر سواء في الإذاعة أو التلفزيون أو القنوات المتعددة من خلال نشارات الأخبار من خلال البرانجة الثقافية هو المكان المحافظ على اللغة العربية بدليل إن إحنا على طول كل مذيع مهما كان حتى قدرته محدودة في اللغة بيسعى إلى تطوير نفسه يعني أنا لما الناس بتعرف أن أنا بدرب في قنوات وبدرب في بعض المراكز تدريب بلاقي يعني رسائل وتلفونات كتير عاوزين ناخد دورة حتى الأدام يعني حتى الموديل الأديم زي حضراتكم كده يعني ما فيش حد كبير على التعليم على كبير على إنعاش الذاكرة يعني إحنا بنعمل دورات تدريبية لتنشيط لتنشيط اللغة لأن إحنا كلنا محناش يعني محناش معجم اللغة جوانا كلها لأ إحنا في عندنا حاجات بننساها حاجات بتغيب عننا حاجات فيه بتتبس علينا بعض الأمور فمنحتاج دائما إلى التنشيط فأنا عاوز أقول إنه هذا المنبر الفضائي وهذه ودعتنا المحترم لأنه يعني أحد أبنائها والبعتز بأننا عمري في البرنامج العام إن إحنا ما زلنا المنبر المحافظ بشكل دائم على صحة اللغة العربية